يعتبر قطر الانفاق الخاص بمدينة نيويورك واحدا من اكثر وسائل المواصلات ازدحاما في العالم. يحمل ملايين البشر يوميا على متن خطوطه. ومن المحتمل للغاية ان يكون احدهم قاتلا. في الثاني والعشرون من ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين. على متن عربة رقم اثنين في القطار الذي يمر عبر منهاتا. يقترب اربعة شبان من رجل ويطلبون منه خمس دولارات. يجيب الرجل ان لديه خمس دولارات لكل منهم. وواسط ضجيج القطار ترم طلقات. يتبع ذلك صراع فوضوي حيث فر جميع الركاب السبعة عشر الاخرين من العربة بالسثناء اثنين. الشابان لذاني قد اصيب باطلاق النار. كانوا يرقودون على الارض. اصيب احدهم في صدره والاخر في جانبه. واختفى مطلق النار بعد ذلك. وقد كان هذا الرجل سببا في القسام الاراء في امريكا. فبعضهم قال عنه بطل. يحارب التنمر والجريمة. واخلينا قالوا انه قاتل بدم بارد مليء بالكراهية وتمكن منه الانتقام. سرعان ما اصدرت الشرطة مذكرة للقبض على الرجل مع صورة تقريبية له تم تكلف عدد من رجال الشرطة بالقبض على مطلق النار. كانوا يراقبون متر الانفاق يوميا على مدار الساعات للقبض عليه. كانت الصحافة ايضا مشغولة بهذا الرجل وكانوا ينشرون كيف انه تصدى لبعض اللصوص ولم يستسلم للسرقة. من نيويورك الى نيوكاسل بانجلترا. كان الجميع يتساءلون من هو هذا الرجل? هل كان مجرما ام مجرد رجل كان في طريقه الى المنزل من عمله? سرعان ما قول هذا الجدال الدائر تلك الجريمة الى جريمة القرن. واحدة من جرائم القرن على الاقل. وبدأ الناس يتساءلون هل من الجيد ان تتصدى للجريمة بيدك دون انتظار رجال الشرطة? ام يجب ان تترك الامر لرجال انفاذ القانون? ماذا اذا بدأ الرجل في اطلاق النار على الاخرين ايضا? كانت هذه هي التساؤلات التي اثيرت حول القضية التي شغلت الرأي العام. بدلا من ادانة رجل لاطلاق النار على اربعة شبان. كان الكثير من الناس يعتبرونه بطلا. كان منطقهم انه دافع عن نفسه في مكان يشبه مدينة جثام. المدينة التي كان يحميها الرجل الوطوات في افلام الكارتون. في الحقيقة كانت مدينة نيويورك في تلك الفترة تعيش اسوأ عصورها من الجريمة المنتشرة والعنف لدرجة ان الرجال الشرطة لم يستطيعوا توفير الحماية الكافية حتى لانفسهم. انتشر في ذلك الوقت فكرة الحماية المدنية. فقد تطوعت مجموعة من الاشخاص المدنيين لحماية الاخرين في الشوارع ومتر الانفاق. وغيرها من الاماكن العامة التي انتشرت فيها الجريمة والعنف. سميت تلك المجموعة باسم القبعة الحمراء. وتم تسميتها ايضا بالملائكة الحراس. هذه المجموعة دعمت المسلح الغامض الذي اطلق النار على السارقين. حتى انهم كتبوا لسرة الى رئيس البلدية يطلبون منه ان يعفوا عن الرجل في حالة انه سلم نفسه الى السلطات. انضم الى تلك المجموعة في الرأي العديد من السكان. الاغنياء والفقراء من جميع الاعراق. على الرغم من الثناء الذي حصل عليه مطلق نار الانفاق. فقد تلقى قدرا مساويا من النقد. خاصة مع مرور الوقت. ماذا عن الشبان الاربعة الذين تم اطلاق النار عليهم? كانوا باري الين. وتوري كانتي. وداريل كابي. وجميعهم يبلغون من العمر تسعة عشر عاما. وجميعهم من جنوب برونكس. الصبي الرابع جيمس رامسور. كان في الثامنة عشر من عمره. لم يكونوا ملائكة. وقد ادين ثلاثة منهم الجرائم صغيرة قبل ان يقابل الرجل الذي اطلق عليه من نيران. ومع ذلك. لم يقبض على اي منهم لارتكاب جريمة قريبة من الجرائم الخطيرة. في تلك الليلة صعدوا الى متر الانفاق بنية الذهاب وسرقة نادي فيديو في منهاتن. اثناء وجودهم في متر الانفاق اقترب الثاني منهم من مطلق النار وسألوه عن حاله. فاجاب انه بخير. بعدها طلبوا منه خمس دولارات وحدث ما حدث. السؤال هو ما مدى عدوانية المراهقين حينها? هل طلبوا بعض النقود حقا بشكل لطيف ام هددوا الرجل? من المؤكد ايضا ان مجرد التلويح بسلاح سيكون بمثابة تحذير جيد بما فيه الكفاية ليبتعد المراهقين عن الرجل ويشعرون بالخوف. لماذا اذا استمروا اطلق النار عليهم? بل اطلق على واحد منهم ثم الثاني. وكان يفكر في الاكمال لولا فرار وذعر الركاب. عندما كان احد المراهقين ملقا على الارجل بعد اطلاق النار عليه. انحنى مطلق النار بجانبه وقال له انه لا يبدو بهذا السوء. كان المراهق هو كابي. والذي تسببت اصابته بعدم مقدرته على السير من جديد. بعد تسعة ايام دخل مطلق النار الى مركز الشرطة في نيوهامتشاير انجلترا. واخبر الشرطة انه مطلق النار الذي يبحثون عنه في مدينة نيويورك. كان شخصا هشى البنية والسلوك. لكنه كان يعاني من شهوة الدم. كان يحمل الكثير من الغطب. خلال المحادثات الاولى مع رجال الشرطة تم تسجيله وهو يقول انه كان يريد قتل المراهقين الاربعة في تلك الليلة. حتى انه قال انه شعر بخيبة الامل لانه لم يستطع اصابة سوى الثاني منهم فقط. كان يدعى بيرنان جويتز رجل يبلغ من العمر سبعا وثلاثين عاما. نشأ مع والدين مهاجرين من المانيا في كوينز بنيويورك. ولكن في وقت لاحق من طفولته انتقرت العائلة الى شمال ولاية نيويورك. حققت العائلة ارباحا بالملايين من اعمالهم في اوائل الثمانينيات. تلقى بيرنارد واخته الصغرى تعليما جيدا في سويسرا في طفولتهم بسبب اموال عائلتهم الكثيرة. للاسف. لم تكن حياة بيرنارد كلها سعيدة. فقد تم اتهام والده بالاعتداء الجنسي على صبيان يبلغان من العمر خمسة عشر عاما. ولهذا ارسل الرجل طفليه بعيدا ليتلقيا تعليما جيدا بعيدا عنه. كان بيرنارد ضحية التنمر في المدرسة. واثر عليه ذلك بعمق. عندما عاد بيرنارد الى الولايات المتحدة الامريكية درس الهندسة الكهربائية ثم الهندسة النووية. مع الوقت كان بيرنارد رجل اعمال ناجح ينتج معدات هندسية عالية الدقة. كان هناك شيء واحد يؤرقه. الا وهو الجريمة في مدينة نيويورك. لقد تعرض هو نفسه للسرقة على يد ثلاثة مراهقين في محاطة متر الانفاق عام الف وتسعمائة وماحد وثمانين. ومن هناك اتخذ القرار بالحصول على مسدسه. لقد فعل ذلك بشكل غير قانوني بعدما رفضت الهيئة المعنية طلبه بالحصول على تصريح لحمل السلاح. لقد كان غاضبا. ليس فقط تعرضه للسرقة. ولكن لان من سرقوه هربوا ولم تستطع الشرطة القبض عليهم. تعرض قبل هائض للسرقة والتهديد مرتين في السابق. وبعدما سلم نفسه للشرطة لم يتراجع عن مشاعره الغاضبة تلك وذكر كل شيء في التحقيقات. قال انه اراد الانتقام وايقاف سلسلة الجرائم والعنف تلك. اعترف احد المراهقين بالفعل انهم رأوا برنارد على انه فريسة سهلة وارادوا سرقته وتهديده. وانقسم الناس من جديد بعد سماع اقوال برنارد والمراهق الذي تحدث. ومع اقتراب المحاكمة كان هناك العديد ممن يروا برنارد كبطل بينما ادنه كثيرون واعتبروه شخصا مجنونا. لم يستطع برنارد ان يغلق فمه في المحكمة. وقال انه ليس نادما ابدا على ما فعل. بل طلب من كل سكان نيويورك ان يحذو حذوه ويسلحوا انفسهم في محاربة الجريمة. واصبحت هذه المحاكمة هي محاكمة القرن لجريمة القرن. كان هناك استنتاج واحد فقط توصل اليه المختصين. بانه عندما يحصل رجل كهذا على تأييد نصف الشعب بعد اطلاقه النار على اربعة مراهقين. فهذا يؤكد على وجود خلل ومشكلة في المجتمع الامريكي. لقد جادل دفاع برنارد وقال ان ما فعله موكله قانوني ومذكور في قانون ولاية نيويورك. والذي ينص على انه يحق للشخص ان استخدم العنف ضد اخر اذا كان متأكدا من انه يهدد حياته. برأت هيئة المخلفين المكونة من عشرة اشخاص برنارد من التهم المنسوبة اليه. وهي محاولة القتل والاعتداء من الدرجة الاولى. وقد ادين فقط بحمل سلاح محشو بدون ترخيص. بقي برنارد في السجن فقط مدة ثمانية اشهر. في الواقع اتضح ان برنارد رجل عنصري للغاية ووجه العديد من الاعتداءات العنصرية من قبلها. ولهذا فهو لم يكن بطلا او نموذجا يحتذا به. وكذلك لم يكن المراهقون افضل شيء. وحتى يجب معاقبتهم ايضا. في عام الفين وواحد عاد اسم برنارد كويس للظهور من جديد عندما ترشح الى منصيب رئيس بلدية نيويورك. وتصدر لاحقا عنوين الصحف في عام الفين وثلاتة عشر. عندما تم القبض عليه بتهمة بايع الماريجوانا. على الرغم من اسقاط التهمة لاحقا. في عام الفين وخمسة عشر. بعد اطلاق نار حدث في مترو انفاق نيويورك سئل جويتس عما اذا كان رجل مشابها له وقد حذى حذوه فيما فعله سابقا. وقال نعم. وعند سؤاله في وقت لاحق عما اذا كان نادما عن اطلاق النار في الماضي قال ايضا لا. فما رأيك ان تعزيز المشاهد? هل تعتقد ان برنارد البطل? حرب الجريمة والعنف بنفسه? ام انه رجل مريض وعنصري متعطش للدماء والقتل? اخبرنا عن رأيك في التعليقات ادنى. اصدقاء قناة وقائع لا تنسوا الاعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات اخرى قد تعجبك. موعدنا غدا. اشتركوا في القناة